بداية لو تحدثنا عن أهمية هذه العملية العسكرية بالنسبة للمغرب شكرا لكم على الاستضافة فبطبيعة الحال يعني العملية التي تمت يعني قبل يومين في القرقرات هدفها الأساسي هو تأمين يعني حركات السير وتنقل التي كانت موجودة قبل يعني 21 أكتوبر بين المغرب وموريطانيا ودول جنوب إفريقيا جنوب الصحراء الأهمية ديال هذا الممر لا يهم فحسب المغرب هذا الممر يهم المغرب يهم الدول التي ينفتح عليها كموريطانيا كالسينيغال وغيرها من الدول ويهم كذلك دول الشمال لأن عدد من الصادرات يعني الموريطانيا لأوروبا وغيرها تمر من هذا المعبر ولكن بغض نظارة عن أهمية الاقتصادية لهذا الممر فهي مسألة كذلك شرعية وحقوق لا يمكن أن يغلق يعني ممر للمغرب الذي هو الممر البري الوحيد مع إفريقيا فلهذا يعني بعد كل ما عاشه يعني عايشه والمنتظم الدولي وتبعه من يعني إجراءات استفزازية من طرف البوليزاريو لمدة تفوق ثلاث أسابيع يعني منذ 21 أكتوبر مع ما يصاح صاحبها من اعتداءات على الشاحنات وعلى سائق الشاحنات ومن الإهانات وطالب المغرب مرارا من الأمم المتحدة تنبيه يعني البوليزاريو إلى خطورة هذا الوضع وهذا موقع الأمين العام يعني تدخل مرارا تدخلت بعض الدول كذلك لتجنب يعني تصعيد في المواقف لكن أمام إصرار يعني البوليزاريو على حضور ميليشيته بهذه المنطقة وقطع الطريق فكان ضروري أن يؤمن المغرب يعني الحركة بين حدوده وحدود موريطانيا إذن هذا الممر له أهمية من ناحية الاقتصاد وله أهمية كذلك من ناحية السيادة والشرعية دي المغرب ترجمة نانسي قنقر